اشتركوا في القناة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه حتى غدت هذه المؤسسة العسكرية الوطنية ركناً أساسياً من أركان الدولة الحديثة ووحدة من أكثر القوات جاهزية واستعداداً لتواصل بذلك دورها المنشود في حفظ أمن الوطن واستقراره والذود عن حياضه ومنجزاته وما تحقق للمواطنين من مكتسبات مهمة في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر